مهندي جعاز على بعد خطوة من الانتقال الى سيلك الاسكوتلندي مقابل 2 مليون باوند أي 2 مليون ونص دولار كل التوفيق للاعب منتخبنا العراقي مهندي جعاز السلام عليكم حبايبي وياكم أنا أصلي على النبي محمد وآلي محمد سوي لا تريد الفيديو اشترك بالقناة فعلت جارة شارك المقطع على صديقك أصر مناطق باسم الاتحاد العراقي كرة القدم أحمد الموسى وعلى أنهم لم يفتحوا أي قنوات تفاوض مباشرة مع المدرب الأرجنتيني وأن أنطونيو بياتزي مقابل تدريب المنتخب العراقي خلفا للوطني عبدالغني شهد ونفى أحمد الموسى وفي تصريحات إعلامية ما تردد في الأيام الماضية بخصوص قرب التعاقد مع الأرجنتيني بياتزي لافثا إلى أنها أخبار غير دقيقة وأن لجنة الخبراء تحكف على دراسة السيار الذاتية لثلاثين مدرب عربيا واجنبيا ومن بعدها سيتم ترجيح ثلاث أسماء لأعضاء المكتب التنفيذ الاتحاد الكرة العراقي الاختيار واحد منهم لقيالة المنتخب الوطني لفترة أربع سنوات قادمة وأوضح عضو اتحاد الكرة العراقي والمتحدث باسمه إن عودة رئيس الاتحاد عدنان درجال من الرحلة الإلاجية في قطر ستسرع من عملية اختيار الكادر الفني الجديد لمنتخب سود الرافدين مشددا على أن الشرط الأساسي هو الوجود في بغداد حسرا وأن تتناسب قيمة العقد مع الوضع المالي للاتحاد ولكن المصادر الموثوقة أكدت مرة أخرى إن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والذي يشغل كذلك منصب وزير الشباب والرياضة أجرى قبل عشرة أيام تقريبا اتصالات مباشرة بالمدرب الأرجنتيني قوان أنطونيو بياتزي وتم الاتفاق على العديد من النقاط المهمة في مقدمتها مسألة الوجود في بغداد والتعاقد لأربع سنوات متتالية وأضافت المصادر أن الطرفين درجال وبياتزي قد اتفقوا على عقد الاجتماع آخر كان من المفترض أن يتم في اليومين الماضيين ولكن تزويد الجانب العراقي بتقرير اللجنة الفنية للاتحاد السعودي للكرة القدم عندما كان الأرجنتيني ذو 54 عام مدربا للأخضر السعودي هو ما أوقفها المفاوضات ومن ثم استبعاد المدرب الأرجنتيني من دائرة الترشيح لقيالة منتخب العراق وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقرير الفني أوصى في وقت سابق بعدم الاستمرار مع الكادر الأرجنتيني بعدم معالجة الأخضاء الدفاعية التي رافقت مسيرة منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2018 وكأساسي 2019 حيث تلقى 32 هدفي 21 مباراة مقابل تسديل 22 هدف إعادة الجنسية العراقية لوالد لاعب منتخبنا الأولومبي مارتين حداد مانشستر سيتي يعلن عن التعاقد مع هالاند للموسم المقبل ما رأيك في هذه الصفقة؟ طبعا هم يملكون المال ولا يملكون التاريخ فريقهم كل نجوم وكشمي يحصلون له يحصلون الدورة حسنا نهاية الفيديو اشترك في القناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم اناس في حوال الله نلتقي في فيديو جديد شكرا